السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمار من قناة سي بي ناين مدر جاءت لكم اليوم فيديو جديد عن اكسوز هيروز اليوم الفيديو رح يكون بالفيديو اليوم رح اشرح في بعض الشغلات اللي ممكن تكون كتير مفيدة للاجداد على اللعبة اسئلة ممكن تراود كل الاشخاص اللي ممكن يبدأوا باللعبة اول سؤال لي هو كيف طور شخصياتي الشخصيات انت اول شي لما بدك تطور شخصيات انا رح وارجيكم كيف لما انت تفوت على اللعبة لما تفوت على اللعبة طبيعي عادة المفروض تفوت على هاي الصفحة هاي الصفحة بتكون هي مثل الصفحة الرئيسية تبعك عندك تحت على اليمين اذا بتكبس على الورلد بتروح على العالم اللي بتعمل فيه الاكسبروريشن وفيه منه تاخد الشالينجز طب هلا اللي تحت هدول السبع شغلات اللي محطوطين تحت هدول رح اشرح اليوم عنهن كل واحد لحاله اول شي بنبدأ بالماناج هيروز هو هاد المكان اللي بتروح عليه مشان تطور شخصيات تبعتها كيف تطور الشخصية عندك اكتر من طريق لو تتطور شخصية ايا ما بتطورها خلال انك انت تلعب بالبستوري بهاي شخصية الاستوري بتعطيك الكثير الكمي للتيم اللي انت ملعب فيه فبالتالي التم اللي انت ملعب فيه للستوري رح يخد jump المكان اinarsي الذي ممكن نطور فيه الشخصي اللي هو الليiliyor اللي هو انك بتحط الشخصية لحتى بتحط تيم معين لحتى هنالك أستطيع التعويب من التعويب طريق أفسد فهذا دع nós لن يستطيع التعويب من تبطيق أساسيين لأنك تحتاج أن أخرج بسرعة وقط بسرعة سأكتشفاati طبعا بكل بساطة بنجرد ما أنت تفوت على الشخصية اللي بدك إياها تكبس LEVEL UP هون بتطور انت الشخصية تبعك طبعا الماتيريا اللي انت بتاخدها لحتى تطور الشخصيات هلأ بشرح لكم من وين بتجيبوها طبعا الماتيريا اللي كمان بتتأسم على حسب الندرة تبعها باللون متل ما انا شرحت في فيديو سابق عن الالوان وتصنيف الندرة تبع العيتمان تبع حسب اللون بيجي عنا بالأوطى ندرة اللي هي هاي البنية او الرمادية هاي اقل ندرة بتكون وبتكون متوافرة تقريبا بشكل كتير كبير خاصة لما تكون انت مبلش جديد باللعبة بعدين الاخطر ازرق بنفس جي دهبي بعدين برتقالي البرتقالي اللي هو سيكس ستارز اللي هو اكتر شي نادر بيكون وهو اللي هو بيعطي اكتر شي اكس بي طبعا انتو بتشوفوا علامة فوق اه مثل علامة اخطر وعلامة اه مثل هيك بكرة وعلامة ضو وعلامة تلج وعلامة امر هدول العلامات هني عبارة عن الاصناف اللي موجودة باللعبة اللعبة هاي فيها ست انواع اللي هو النار والتلج والطبيعة والميكانيك والضوء والظلام هدول الست انواع اللي هني موجودين باللعبة الشخصيات عندك بيكونوا مقسمين لهي الست انواع اذا انتو بتشوفوا عندي ريرة شايفين تحت هون على اليمين محطوط عليها علامة الورقة معناها هي من النوع الناتشر او من نوع الطبيعة نوع الطبيعة في في نقطة انو كل نوع انت ممكن يكون عندك اه اه ليفل اوب ماتيريال او اكس بي ماتيريال مشان انت تطور في هذا النوع مثلا اذا احنا بننزل لتحت شايفين هاي السكرول محطوط فوقه على اليسارة عليها علامة الاخضر ومضوية بما انو مضوية معناتها هي مناسبة لللون تبع الشخصية اللي انا عم حاور طورها وطبعا من المنطقي انو لما تكون اه مناسب لاللون والشخصية اللي انت عم تحاول تطورها فبالتالي بتعطيك اكس بي زيادة يعنو بتشوفو هي العادية اللي ما الى لون بتعطيني الفين اكس بي بس الخضر اللي مضوية فوق بتعطيني الفين وستمية نفس شي بنطبع على هي العادية اللي مافي عليها لون بتعطيني 12800 اللي مضوية اخدر بتعطيني 16600 فانت لما تكون بلاشة جديد حاول اذا بدك تطور شخصياتك بهاي الطريقة حاول تكون لون اللي انت عم تستخدمها مناسب او مناسق للون تبع الشخصية اللي عم تطوره. طبعا في السكرولز اللي هنه هدول اللي ماء لون لون. هدول فيك تستخدمون على اي شخصية. اللي هنه في من لون هون كمان. بس شو? الاكس بي تبعهم بيكون نفس كأنك انت عم تحط عليها آآ سكرول تبع شخصية لون مختلف. طبعا هي اكتر شي بتعطي. بس شوفوا انتو انا مستخدم سبعة وثلاثين من هاي ما بزيدوني لاربع لفلات. مشان هيك انا عملكم انه آآ لما توصل للفل عالي بالشخصيات آآ الكتب او الاكس بي. الاكس بي. الاكس بي سكرولز. رح يصيروا مفيدين اقل واقل. ليش? لانه بدك تستخدم كميات كتير كتير كبيرة. لحتى ترفع لفل واحد او لفلين من الشخصية تبعا. فانت مدى ما وصلت شخصية تبعك لسبعين. اعتقد خلي الاكس بي اللي تاخده الباقي يكون من الاكس بلوريشن مو من السكرولز. وخلي الاكس بي لشخصيات اللي اقل. لانه انا اكتشفت انه بهاي اللابة في نظام اللي هو الريوردينج على الليفل. هاي كتير كتير انا كنت حبها موجودة ببليتش بريك سولز. اللي هو انه اي شخصية انت لما تلفلها للفل معين تاخد عليها ريورد جيم مات. اذا انتو بتفوتوا على الجيرنال تبعكم. لانا نقول لانا حفوت على ريرا. في اعلامة هاي اللي هون. اذا بتكبس عليها بيقلك انه انت لما توصل هي شخصية للفل خمس سبعين بيعطوك سبعين جيم. لما توصلها للفل تسعين بيعطوك هاي. هاي بيكون جواتها هدول. اه كتير شغلة جميلة. اه كتير بحب الالعاب اللي بيعطوه الريورد على التطوير تبع الشخصيات. يعني هلا انا مسلا انا متداعي على كم جيم بدي خمسين جيم بدي ستين جيم بدي سبعين جيم. بفوت على الماناج هيروز معي اكس بي سكرولز. بفوت مسلا عندي على شخصية متل اه لنقول هاي. لفل تسع وخمسين. بعمل لفل اوب. لنقول اه لا هاي ما لنقصو. حط مسلا هاي لنفروض. انا هلا مكس تساويتها لفل ستين. بطلع. شايفين الجورنل شون طلع فيه عليها على ميزر اهون. بكبس عليها. بعمل ريسيف ريورد. هلا لما اروح على الميل. بكون ااخد الريورد تبع الليفل تبعها اللي هي عشرين جيم لحتى وصل للفل ستين. شي جميل جدا اه اذا انت بدك مصادر جيمات اه سريعة مسلا خلصت. بفي ناس بيقول لك انا والله انا ما عاد فيه اماكن جمع فيها جيمات هاي واحدة من الطرق. طبعا اه اه الشخصية عندك فيه عند ا 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 المتطلبات لنفرض لحنا أنا عم بمسك هذا الشخصية لنقول لنقول هاد هاد الشخصية أنا عامل له enhancement للماكس عامل له level up للماكس هلأ هو الشي الوحيد اللي باقي عنده مو ماكس اللي هو الترانسند والبلس بس يصير شخصية level max فيك انت تعمله بلس يعني هلأ مثلا هي الشخصية اللي level 60 أنا قردي عامل له بلس فصار فيني اعمل له level 75 متل مو شايفين انتو صار فيني ليفله لليفل 75 مشان هيك أنا هلأ البلس مقفول عندي بس تصير level 75 بيفتح البلس عندي فصير فيني يرفع له level 90 فهي البلس حضر مقفولة عندكم لحتى انتو تخلصوا المتطلبات لحتى تفتحوا عندك الترانسند الترانسند هو عبارة عن شو هو مثل دوب سيستم انت بتجي مسلا شخصيتك لليفل ماكس تبعها 60 لما تعمل بلس لما تعمل لها بلس بتصير المكسموم تبعها 75 هاي الشخصية اللي أنا عم بحكي عنها اللي هي 4 ستارز لانو انت عندك مثلا 5 ستار 4 ستار 3 2 1 الوان ستار ماكسموم ليفل تبعه 25 اعتقد التو ستارز 35 يمكن خلينا نشوف اللي 3 ستارز كم لماكس تبعه 45 اللي 3 ستارز حان ما اعطيكم علومة غلط نشوف 2 ستارز لانو انشوف هاد مثلا اعتقد 35 لماكسموم ليفل تبعه لا 30 والوان ستار هيكون ليفل ماكس تبعه 25 طيب هلا انا لما اجي اعمل لشخصية وان ستار لما ساوية لفل 25 حيفتح هندي لابشن تبعه بلس بس اعمل له بلس بيرتفع النجمة تبعه يعني بيكون لما انت يصير لفل كاب او المكسموم لفل تبعك زياده ليش بيزيد لفل تبعك لانك انت بترفع لنجوم تبع الشخصية تبعك يعني انا مثلا هاي شخصية اللي هي البنفسجية اللي كتعمو ارجيكم ايها قبل شوي اللي هي هاي هي ارجنالي بشكل طبيعي بتكون 4 ستارز انا عملت لابلس ساويتها 5 ستارز والماكسموم تبع 5 ستارز هو الليفل 75 بعد ما اصير 75 فيني ارفعها كمان ل6 ستارز فبصير لماكسموم لفل تبعها 90 متل ريرا ريرا لانو 6 ستارز لماكسموم لفل تبعها 90 اما الترانسند بتعملها لما يكون عندك دوبز او نسخ زياده من الشخصية لان افرض انا مثلا مين عندي منه دوبز هاد لما بدي اعمل ترانسند بحط النسخة تبعه كل نسخة بتحطيها على الشخصية بتعطيك القدرة انك ترفع له لفلو لفلين يعني انا الليفل ماكس تبعي على الفور ستارز بيكون 60 كل نسخة بتعطيني لفلين زياده الماكسموم هو خمس نسخ اللي هنا بيرفعوني 10 لفلات لانو الماكس ليفل تبع هاي اللعبة هو لفل مية لفل مية بيكون شخصية فول ليفل دوب فول ترانسندند فول انهانسد وفول بلاست يعني هذا انت كيف لحنا عنا ببليتش سوري كيف سيفن ديد ليسنز الماكسموم هو 8 لفل ايتي سيكس ستارز ماكس ألتيمت مدري شو نفس الشي هون الماكسموم الماكسموم تبعها هو سيكس ستارز لفل مية فول ترانسند فول انهانس فول كل شي طيب هلا لحنا شرحنا عن وشرحنا عن الترانسند الانهانس هو عبارة عن شو الانهانس هو نفس تقريبا الستار سيستم اللي موجود ببليتش بريف سولز بس هاد بدل ما انت تحتاج ماتيريالز بتحتاج شغلة اسمها اللي هي هاي دي هو بسمو اه اعتقد كومن ولا مدري شو هادول التنانين بتستخدمون الفائدة الوحيدة والاستخدام الوحيد لهي التنانين هو انك تعمل انهانس طبعا لم تكون شخصيتك 4 ستارس وحط له تنين 4 ستارس هيعطيك 100% انهانس لما الحط لها 3 ستارس اللي هو اقل منا بيعطيك 50% الا ازا كان التنين رينبو او على نفس اللون للشخصية تبعك شخصية تبعي مثلا ما هو لايت ازا بحط لا تنين 3 ستارس لايت بيعطيني 55% طبعا فيك كمان ازا بدك تستخدم دوب من الشخصيات العادية بس نشوفو هذا لانه لايت مضوي شايفين على اليمين تحت هون مضوي فبيعطيني 55 الثاني لانه مو لايت بيعطيني 50 فقط طبعا هذا متل ما قلت لكم المكسيموم اول شي بيكون 5 بلاس 5 بس تساوي بلاس 5 تعمل له ماكسيموم انهانسمت ويصير لفلو ماكس بتقدر تعمل له بلاس يعني اذا الشخصية عندي متل هاي لفل 60 بس مو عامل لها انهانس ما فيني اعمل لها بلاس لازم يكون عامل لها انهانس تكون بلاس 5 والشغله الاخيره اللى موجوده بالشخصيات hovering up اللي بترفع لفلل الشخصيات بشكل عام طيب هلا فيهون شغلة باللعبة انا عجبتني نوعا ما وما عجبتني اللي هيボتن same hiding all Huns الشخصيات عندك كلما تطور شخصيه لفلو معين بleepсяng holy وجود in fadin dunk لفل 40 بيعطيك الارمر درق كمان ديفنس لفل 45 بيعطيك غلافز اللي هنه مثل كفوف مشان الاتاك لفل 70 بيعطيك البوتز كمان ديفنس ولفل 75 بيعطيك نيكلس لهو الاتاك لانه يعني القير بهاي اللابة فقط انا حسب ما فهمت موزع لنوعين اتاك و ديفنس اي مسلا شوفوا هاي البوتز بيعطوني ديفنس هذا النيكلس بيعطيني اتاك هاد الارمر بيعطيني ديفنس هاد الالغلافز بيعطيني اتاك هاي هي نظام الجير تبع الشخصية انا عم حاول اني اني غطي كل شي موجود بالماناج هيروز مشان اللي عنده استفسارات يعني ان شاء الله يكون جاوبتها وغطيتها طبعا في شي اسمه ديسيمبل ديسيمبل هو نوع اخر من انك تبيع الشخصية تبع يعني هلا انا اذا بدي بيع طبيعي ببيع بجولد مثل اي لعبة تانية ببيع بجولد بس في خيار ديسيمبل ديسيمبل هو عبارة عن شو هو مثل انك تفكك هاي الشخصية لما تفكك الشخصية بدل ما تبيعها بيعطوك شغلة اللي هي شايفينه هون من واحد لثلاثة مكتوب هادول من واحد لثلاثة هنه هيرو توكنز انا برأيي اذا بدك تتخلص من شخصيات زايدة وما قلة عامة عندك تعملها ديسيمبل لا تعملها سيل لانه الكوينز اللي بتاخدن هون فين اشتري هدول اللي بحتاجهم للانهانسمنت وفين هدول كمان للبلاسين فانت بالتالي انه كل مكان عندك هيرو كوينز اكتر كل مكان عندك القدرة انك تعمل بلايسينج لشخصيات اكتر المكان التاني اللي فيك تستخدم فيه الهيرويك توكنز اللي هو بالدور الف كرياشن اللي هو هاد هاي انا ما بعرف شو بالظبط تعمل هون كاتبين ريكروت بيور يوستو ريكروت سيكستار هيرو انا بصراحة لسه هي ما جربت ولا مرة فما بعرف بالظبط شو ممكن تعمل فيه بس انا بعرف انه هاي المكان التاني اللي فيك تستخدم فيه الهيرويك توكنز فبس هيك انا اعتقد انه غطينا كل شي بنحتاجه بالمنج هيروز سيل شرحناها طبعا بس نقطة شايفين هون هذا هو السبيريت لانا لتلكم عليه مو كومن اسمه سبيريت السبيريتس هنا استخدامهم فقط لحتى تعمل انهانسمنت وفي عندك طبعا فو هون تعمل تصنيف تبع الشخصيات فيك تصنفهم باللون تبع الستون تبعهم فيك تصنفهم باسمهم فيك تصنفهم بالكمبات كلاس طبعا في عندك كمان شغلة اسمه الفلتر الفلتر هاد اذا انت مثلا بدك تلعب مرحلة وبيللك بهاي المرحلة انه لازم تستخدم شخصية فزيكال لقتاك ويكون نوعه فاير ويكون ماجيكال فيك انت بكل بساطة تعمل هيك 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 بيعطوك كل الشخصيات اللي عندك على المطلبات اللي انت بتحتاجها الفلترينك سيستم تبع اللعبة كتير حلو وهون التقييم بيصير انت فيك تحط انه كيف بيصير التقييم بناء على الليفل تصاعديا او تنازليا او whatever هذا كل شي موجود لحد الان بهاي المكان في هون هاي الشغلة اللي هي الا اعتقد انت الاماكن اللي والله ما بعرف هاي شو هي سدق اعتقد هاي ممكن انه انت بتحط هاي الشخصية انه شو الاماكن اللي تلعب فيها والله ما بعرف ما حاقستي لكم فيها هون بتعمل لوكل الشخصية بتقفلها مشا ما تبيع او تعملها شي بالغلاط هاي اذا كانت شخصية عندك فاتد او فاتد هيرو عليها فاتد كور فيك تغير باللبس تبعها يعني هذا اللبس تبع ريرا اللي بدون فاتد كور وهذا اللبس تبع ريرا اللي مع فاتد كور هون تقييم الشخصية بناء على التجارب تبع الناس اللي اللي اللعبوا فيها انا فين يفوت مثلا اكتب انه او والله قوية والله قوية والمفروض الراتنج تبعي صار موجود اه ايو بس اللعبة ما بتدعم العربي مية بالمية بس في كتب العربي بس اه انا بصراحة مني والعلي بقي ما خمس مجوم لاريرا لانه الشخصية كتير كتير قوية خلينا لنمحي الكومنت لانه ما الا داعي اه بنجي لهون هون اذا انت بدك تعرف الشخصية فيك تقرع عن الشخصية ما هي اللعبة مقسمة لبوزيشينات ما هي اللعبة مقسمة لبوزيشينات لانه فيه كتير مراحل ما فيك تلعب فيهم فيزيكال او مراحل ما فيك تلعب فيهم ماجيكال فهون عند الاتاك تايب بتعرف شو وضع الشخصية تبعك سواء كانت فيزيكال او لا والتير بتعرف اذا كان فاتد بيعطيك كمان عمرها 16 سنة بيعطيك شو البوزيشينات لانه هي اللعبة مقسمة لبوزيشينات في عندك الكاوس اتاك دفينس سبورت هي القصص كلها والاليمنت اللي هي النوعية تبع الشخصية سواء كانت فاير نار تلج طبيعة هي القصص كلها وهون القصة تبعها في عندك كمان لسكل بريو هون اذا انت بتحب مثلا بدك تعرف الشخصية تبعك شو بتعمل او شو الانيميشن تبع الضربات تبعها فيك تشوفه هون اليونيك تبعها طبعا شوفوا ما اطوله الباسف تبعها بتقدر تقرع عنا اليونيك تبعها تشوف هي مثلا شو الشغلات اللي بتميز هي الشخصية شو الشغلات اللي انت مثلا فيه كومبوهات ممكن يزبطوا معها وكل هالأصص هون بتشوف مثلا الانيميشن تبع الاسبيشيال تبعها اذا انت بدك تشوفه طبعا هون كتير كتير بطيق بالنسبة للي انا بشوفه تكون عم بلعب شوف هون عاملينه كتير سلو موشن مشان تشوفه مية بالمية للانيميشن طبعا اه وهيك اذا بدك انت مثلا تستعرض الشخصية بس شكلا ما بدك مسلا اي شي تاني غير انك تشوف شكل الشخصية وهي اه بتورجيك اياها للشخصية تبعك باللايبراري انه اذا انت بدك تشوف الشخصية تبعك موجد بالجورنل او سوري بورجوك اياها طبعا شوفه لما انا عمل سيكس ستارز بصير الليفل ماكسيموم تبعها مية ولما عمل فايف سارز ماكس سبعين الاخرين فبس هون اعتقد احنا شرحنا كل شي فيه هون بتشوف الاتاك والاتش بي والديفنس تبع شخصيتك بتشوف الاسبيشالات كمان مرة ثانية فيه هون عند القير فيه شغلة كتير عجبتني هون انه انت مسلا بدك تحط اقوى قير لهي الشخصية بتعمل اوتو اكويب هو بيحط لك القير اللي انت متوافر عندك اقوى قير بيحطه على هي الشخصية وبعدين بس تحطه فيك تعمل اوتو بوليش الاوتو بوليش هو يعني قلينا نجربها على شخصية ثانية مشان برجيكم الاوتو بوليش كيف بتصير اه مثلا هاد بعمل اوتو بوليش هو بالحاله بيشوف الموارد اللي عندي بيستخدمها ليطور كل الجير تبعه بعدين ان فيني اعمل انا كويبال اه ما بدي انا كويبال ان تكونان جيد جيد Southern تشفهم لو كانت غير جيدة مثلا سمر ونحن بحط جيد جيده ذهب stickot وادع جيد جيد في الجسم بعد تصله على العقل أصبح يضعه هيدونا المض мои garrus حين استطاع الطعوم يحتاج كثير انه ياخد وقت فيها. الحلو انه مسهلين الموضوع يدير للناس. طبعا هذا هو شرح اليوم. انا كنت اشرح كمان عن الشغلات الباقية الموجودة بس كتير طولت بالشرح عن المانج هيروز. ان شاء الله كون غطيت كل شي بالموضوع هاد. ان شاء الله يكون الفيديو كان مفيد لالكم. بس انا حابب احكيه لان نقطة سريعة بالموضوع. في عنا باللعبة حالية موجود الاكسوس فيستا والكور فيستا. هدول التنتين هن عبارة عن افنتات فري تو بلاي كومبليتلي. مية بالمية فري تو بلاي مالك مطار تدفع ولا فلس لحتى تاخدهم لحتى تاخد الريوردز الفيون. رح يعطونا هون شخصية فيت كور اللي هي ديفا. ببلاش فقط بما انه نحنا خلصنا هاي الميشنز. وطبعا كل يوم اذا بتشوفوا بتعدو الجيمات اللي بتاخدوها مية وخمسين لمدة سبع تيام يعني الف وخمسين جيم ببلاش. زاعد انه الجيمات اللي بناخدو من الكور فيستا اللي هي هاي موجودة حاليا. وفي الاكزوس باس الاكزوس باس اعتقد اللي بده يدفع على اللعبة بده يشتري شغلات ممكن ممكن تشتري الاكزوس باس لانه فيها شغلات كتير حلوة. انا متل ما قلت لكم انا ما بحب ادفع باللعبة اللي لحتى افهم منيح عن اللعبة. مشان اعرف شو بدي اشتري و شو بحتاج. يعني ما بدي ادفع على شغلة انا بحتاج اشتري والله بدي اياها هلا بعدين ما اكتشف انه هاي شغلة كتير تافها وفيك تاخدها ببلاش وبسهولة. هلا بمجرد ما انا اعرف شو الشغلات الاساسية شو الشغلات اللي فيني اخدهم بسهولة. ساعتا بشوف شو الشغلات اللي بتستاهل انها تنشرها. بس الاكزوس باس في كتير ناس يوتيوبرز انا شفتن وناس مواصلين لمراحل متقدمة بالله بيحكوا انه الاكزوس باس كتير كتير تستاهل. حسب كمان انت حظك شو نوعه لحظك اذا انت محظوظ لانه هون بيعطوك شي اسمه randomly obtain one exclusive weapon بيعطوك واحد exclusive weapon. ال exclusive weapon هو عبارة عن سلاح سعر ارخص واحد شفتو فيهم 15000 جيم. اذا طلع لك سلاح مثلا لريرا ولا لباثوري ولا لزيون انت فعليا اخدت الجاكبوت واخدت احسن جائزة ممكن تاخدها. بس ممكن بنفس الوقت يعطوك سلاح لنقول هذا اللي عندي اللي مقيمينه 3.9 خليني يورجيكم يا اه وينو هاد تقييمه 3.9 مهار يعني هذا اذا بطلع لي weapon لقاله ممكن اكبه بزبالة فبس هاي هي انا برأيي ما يعني انا ودي اني اشرح لكم عن شغلات طبعات ال pay to play بس انا بصراحة لحد لانا ما شتريت باللعبة ولا شي فما فيني انصحكم على شغلات انا ما بعرفها وبعدين تطلع نصيحتي غلط بس انا برأيي الشخصي اللي بدي يشتري او عم يفكر يشتري يحاول انه يفهم شوي باللعبة اكتر مشان ما يشتري شغلات معنها طعمة وبالاخير يندم عليها فبس هذا هو كان الفيديو تبعنا تبع اليوم اذا استمتعتوا بالفيديو وتعلمتوا وشغلة جديدة ما كنتوا بتعرفوها ياريت تكتبوا لي شو هي الشغلة اللي عرفتواها جديد بالكومنتات تحت وازا عجبكم نوع الفيديوهات اللي عم بعملها على اكسوز هيروز ياريت تدعموا الفيديو دائما تبع اكسوز بي لايك واذا ما لك مشترك بالقناة شترك ودعمنا بالشير وشوفكم على خير